موسيقى عزيزي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم يسرنا النص تضيف الآن معنا الأستاذ حاتم العقيل مصمم ومؤسس شركة توبي وهو أحد المكرمين في رواد الأعمال الأكثر إبداع في المملكة العربية السعودية لعام 2000 واربع عشر أستاذ حاتم أهلا بكم وبارك لك تكريم هلاني هلا شكرا على يبارك فيك أستاذ حاتم ماذا يعني لك وماذا يمثلك وجودك في قائمة فوربس لهذا العام هذا طبعا شرف جدا كبير أنا أول كنت مصمم وبعدين لاحظت أنه مش كفاير واحد يكون مصمم لازم واحد يعرف كيف يدخل البزنس حقه ويكون بزنس معنا وحكاية ليس فقط الواحد يكون مصمم أو يفكر في الفلون لازم كمان الواحد يفكر من ناحية البزنس فأخيرا ذا حيني وصلت المرحلة لأنه أنا حسيت أنه بدأت أتقن الادمينيستريشن والبزنس جماعت بين الاثنين جماعت بين الاثنين فبالنسبالي هذا جدا مهم تكريب مهم جدا ما شاء الله أستاذ حتم في بداية كل إنسان في عقبات وصعوبات البعض يستطيع تحديها والبعض الآخر لا حدثنا عن الصعوبات التي واجهتك وكيف قمت بتحديها والله طبعا أول بزنس الواحد يبدأ من صفر في عقوبات في صعوبات لكن هذه الأشياء هي اللي بتعلم الواحد أنه كيف يقدر يوصل للمراحل أكتر وأكتر كلما الواحد بيحصل له زي أزمة ومسلا بيكون في عوائق زاعات هذه تخلي الواحد يكون عنده كمان الخضرة أنه يكون أقوى وأقوى ففي البداية أنا كنت طبعا بصمم أشياء كانت جدا سرعة وعلموضة ويمكن تكون شوية أشياء تكون الفاشن شو أكتر ما كنت بفكر أنه إيش يبغل إيش يبغل زباين حقوني ويمكن بفكر أنه إيش أنا أبغى أصمم وإيش التفكير حقيقي تفرضوا على المجتمع بالظمم طبعا هذا ساعدني بس نفس الوقت الواحد لازم كمان يفكر إيش إيش الأشياء اللي حتفيدة الواحد في ناحية البزنس كمان إيش رزباين يحبوا إيش ناس يحبوا فبعد الوقت بدأت أفكر في الطريقة هذه هذا هو الشيء ليساعدني لازم يكون فيه نوع من المجال أي أحد يخوش على أي مجال لازم يعمل المجال لازم يعمل مجال السوق حقوقه عشان يقدر يبني على الأساس هذا مش كفاية أن الواحد يعني يبدع في التصميم لازم كمان يعمل دراسة السوق يعني لاتك في الأهواء الشخصية والأذواق الشخصية لازم يدرس سوق العمل يعني كل مصمم لازم يكون فيه زي ما يقوله السيغنيتشور كونكشن اللي هي بتعبر عن شخصيته اسم توبي جاية من واحد المقارة تقوله البس من توبك أنه عبر عن شخصيتك البس طريقك كون زي ما أنت تكون تبقى تكون بس في نفس الوقت كمان يعني فيه أشياء لازم قواعد خصونا مع الرجال مع السيدات طبعا ما في حدود يعني بس مع الرجال لازم في حدود واحد ما يكري تعداها أستاذ حتم برأيك ماذا تحتاج المملكة العربية السعودية لتعزيز فرص الاستثمار لرواد الأعمال التعليم وتركيز وأنهم يعرفوا أنه مثلا الفن ممكن الواحد يعمل منه بزنس ممكن يعني يدي بوظائف منه مش كل واحد لازم يكون خراج جامعة أنا الحمد لله يعني روحت جامعة في أمريكا بس الفن أو الموضع ما تحتاج أن الواحد يكون يعني عنده دارس باكالوريوس ولا واحد عنده شي يقدر يدقنه ممكن يدخل بأي طريقة فأنا أتمنى أنه السعودية والشعب السعودي اللي عنده تالنت يعرف أنه فيه فرص وإذا أتقن الشي وعنده بزنس بلان أهم شي بزنس بلان يكون جيد هذا حيساعده في أي شيء أستاذ حتم العقيل المصمم والمؤسس لشركة توبي شكرا لهذا الوقت العقيد نياوي شكرا عرض تجربتك شكرا شكرا أعزائي المشاهدين شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء